السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مصرحة الأرصاد الجوية تحذر دائما من ارتفاع محسوس لدرجة الحرارة نحو سواحل الشرقية أجواء حرارة انطلاقا من بيجاية إلى غاية القالة. دان بالنسبة ليوم الغد تبقى أجواء مشمسة تميز كافة المناطق الشمالية مع تشكل ضباب خلال صباح الباكر نحو سواحل الوسطى والغربية أقول تتبع أجواء مشمسة على العموم تبقى تنشط بعض الخلايا رادية موسمية خلال ظهيرة على كل الهضابة العليا والمرتفعات أما بالمناطق الجنوبية الأجواء ستكون مشمسة من شمال الصحراء إلى غاية وسط الصحراء وللإشارة الريح ستكون قوية بمنطقة الواحة إلى غاية وسط الصحراء ستعمل على نشاط بعض الزوابع الرملية المحلية خلايا رادية موسمية ستبقى دائما تخص مناطق أقصى الجنوب لغاية مرتفعات الهوغار والتاسي عن الحرارة القصوى أو الدنيا خلال ليلة اليوم تبقى دافئة هي الأخرى تفوق العشرين درجة مئوية على كل المناطق الشمالية ستصل لغاية 27 درجة كعلى مقياس بعين دفلة بشلف وكذلك بغلزان أما بالمناطق الجنوبية تبقى مرتفعة أيضا مقيس من بين 29 إلى 38 درجة في حين لن تتعدى 25 درجة بمرتفعات الهوغار والتاسي أما خلال ظاهرة الغاة الحرارة القصوى تبقى في الموعد وأجواء حارة دائما نحو بجايا جيجلسكيك داعنبا إلى غاية القلاف في حدود 40 درجة تحتضل 43 درجة بالنسبة لتزيوزو كذلك بعين دفلة وغلزان 36 درجة بالعاصمة وحتى بوهران 40 درجة بشمال الصحراء ترتفع إلى 44 درجة كعلى مقياس بأدرار بيتميمون بيتندوف بن عباس وحتى ببرج باجي مختار في حين ستقرب 38 درجة بمرتفعات تمرز إلى غاية جانات أما عن حالة البحر ليوم الغد بحول له سيكون جميل على طول الشريطة السحيلي حتى الرياح ستبقى ضعيفة على العموم هذا بالنسبة ليوم الغد أما بالنسبة للأيام القليلة المقبلة طيلة الفترة الممتدة ما بين يوم الثلاثة إلى غاية يوم الخميس إذن ستبقى نجهة أجواء دائما صيفية وحارة خلال يوم الثلاثة تبقى الحرارة في الموعد على سواحل الشرقية الغربية كذلك بالمناطق الداخلية وحتى الجنوبية يوم الأربع بإذن الله خلايا رادية منعزلة ستميز الهضاب الوسطى بينما الحرارة ستعرف بعض التراجع نحو الولايات السحيلية الشرقية وكذلك الغربية لكن دائما أجواء تبقى حارة يوم الخميس نفس الوضعية الجوية مقارنة بيوم الأربع نعود إلى يوم الغد على مستوى الحاصمة وضوحة